والسؤال الآن ما هو حكم الطلاق في الإسلام والجواب أن اختلاف العلماء فيه أمر معلوم إلا أن الرأي الذي تدعمه الأحاديث النبوية والقيم الإنسانية الأخلاقية التي عرضنا لها في بداية هذه الحلقات وقلنا إنها الظهير الثابت وراء كل تشريع هذا الرأي هو الرأي القائل بأن الأصل في الطلاق هو الحذر بمعنى الحرمة أي حرمة الإقدام على تطليق الزوجة اللهم إلا لأسباب تحول بين تحقيق الهدف أو الغاية من العيش في إطار هذا الرباط المقدس وأستسمح المشاهد الكريم في نقل بعض مما قاله أئمتنا في حكم الطلاق وأن الأصل فيه هو الحذر أي المنع وفي شيء من التصرف في الألفاظ يقتضيه تبسيط لغة هذه النصوص يقول فيلسوف المذهب الحنفي الكمال بن الهمام وسبب الطلاق هو الحاجة إلى خلاص كل من الزوجين من الآخر حين تختلف الأخلاق وتعرض البغضاء التي تمنع الزوجين من تحقيق ما أمر الله به من المودة والرحمة والعشرة بالمعروف ثم يقول والأصح في الطلاق حذره إلا للحاجة ويقول صاحب الجوهرة الأصل في الطلاق الحذر لما فيه من هدم الأسرة التي تعلقت بها المصالح الدينية والدنيوية وفي درر الحكام الأصح حذره إلا لحاجة وعند الإمام أحمد يحرم الطلاق ويباح عند الحاجة ويقول ابن تيمية الأصل في الطلاق الحذر وإنما أبيح منه قدر الحاجة وأختم بالنص الذي أورده الفقيه المجدد ابن عبدين والذي يقول فيه إن الأصل في الطلاق الحذر بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه وهو معنى قولهم الأصل فيه الحذر والإباحة للحاجة إلى الخاص فإذا كان بلا سبب أصلاً لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص بل يكون حمقاً وسفاهة رأي ومجرد كفران بالنعمة وإلحاق الإيذاء بالزوجة وأهلها وأولادها فحيث تجرد عن الحاجة المباحة المبيحة له شرعاً يبقى على أصله من الحذر ولهذا قال تعالى فإن أضعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً أي لا تطلبوا الفراق